السلام عليكم عزيزينا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم العيادة النباتية وطبعاً النهاردة هنتكلم عن درجات الحرارة وتأثيرها على العالم أنا عارف أن درجات الحرارة العالية ديت وبأن مدة كبيرة جداً حلقات كتير نتكلم عن تأثير التغيرات المناخية ودرجات الحرارة وتأثيرها على بعض المحاصيل صحيحة هي كان لها جانب إيجابي في بعض المحاصيل لكن في معظم المحاصيل بتاعتنا كانت درجة الحرارة ليها جانب سلبي وتأثير سلبي فالنهاردة هنتشوف تأثيرها إيه السلبي على محصول العنب وإزاي نعالجه وإذا كان أي حد من حضراتكم عنده مشكلة تتعلق بالمشاكل أو الأثر السلبي لدرجات الحرارة يتفضل يعمل معنا مداخلة ولو ما قدرش يعمل مداخلة صفحتنا على الفيسبوك العيادة النباتية أو زابوتونيكالكلانيك اللي هي للناس الغير ناطقين باللغة العربية أو يبعت لنا رسالة عالواتس معنا ومعاكم الأستاذ الدكتور غبريال فرج رئيس قسم العنب سابقا في معهد بحوث البساتين وأستاذ العنب في نفس المعهد أهلا بك حضرتك أهلا بحضرتك درجات الحرارة بأننا كذا حلقة بنتكلم عن انعكاس السلبي لدرجات الحرارة على الموالح وعلى الخضار وعلى محاصيل كتير جدا جدا وإزاي نتغلب عليها وعلى التسميد إزاي نسمت يعني في بعض الأساسة بتوع للفاكهة قالوا لا والله التسميد دلوقتي نخفه سويا على أساس أن ده بيعمل استرسة وبيعمل إجهاد زيادة مع درجات الحرارة بالنسبة للعنب الفني أنا عايز أسمع من حضرتك التأثير السلبي لدرجات الحرارة للعنب في الحقول المفتوحة وتحت الصوب للناس اللي بتزرع للتصدير والناس اللي بتزرع الحيازات الصغيرة بجميع الأصناع وطبعا العنب أنسب درجات الحرارة له باختصار شديد يعني مش هنقول النمو الجدوره النمو الخضره وخلافه هي من 26 إلى 30 درجة مقوية دي مناسبة جدا لجميع العمليات لما الحرارة بترتفع زي ما حصل دلوقتي بتوصل حوالي 40 إلى 42 بيتوقف النمو طيب توقف النمو بالنسبة لنا مش مشكلة كبيرة قوي إنما المشكلة الأكبر إنه لما بتوصل 44 إلى 45 بتتوقف عملية التمثيل الضوئي اللي هي بناء الكاربويدرات اللي هو بيصوب في الأوراق وبيصوب في الساق ويصوب في العنائد يعني الخلاصة تتوقف تتوقف هم اللي بيتعمل ليه بالضوء يعني تمثيل الضوئي يا جماعة هو الغزة النبات النبات بيتغزى ضوء وبيتغزى مية مش كان؟ لا يعني هو هو اللي بيغزل النبات كله بياخد بياخد الأسمدة والعناصر وخلافه مع بناء الكاربويدرات داخل النبات جميل جدا ده البناء الضوئي لهو الغزة اللي بيخزش النبات ايه طيب معنى ذلك إن البناء الضوئي بتوقف نتيجة قفل الصغور لا فمقيتش تستعمل ضوء ولا بتوقف ازاي لا بيتتوقف ليه لأن بيحصل حروق في حواف الأوراق بتاعة الورقة هي المصنع بتاعة الكاربويدرات في النبات بيحصل حروق في حواف الأوراق خلاص مش قادر مش قادر يعني حتى لو سمت مش هتقدر تعمل بناء ضوئي ممكن نقول يا فندم بتقلل من عملية بناء ضوئي مش بتقفلها على أساس إن الورقة كلها ما تبقاش مصنع كامل ايوة تقلل من عملية بناء ضوئي بتقلل اه طبعا بتقلل جدا اه بتقلل جدا عشان كده احنا بنقول ايه ليه احنا اتجاهنا ان روح نزرع في توشكا وشارع العوينات والكلام ده لا احنا عندنا مناطق جميلة جدا 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 والدلتة الجديدة دي ان شاء الله يعني هينتنح فيها العنب نجاح كويس قوي لو المية كانت مناسبة ملوحة المية نخلينا في الحرارة دي في الحرارة اه درجة الحرارة توشكا مع درجة حرارتها عالية برضا اه حرارتها عالية وشارع العيونات درجة حرارتها عالية وكانوا بيغطوا بالسيران الابيض وعشان يقلل من تأثير الحرارة الا ان التغطية بالسيران الابيض مش هو الحل لان احنا هنا في الدلتة وفي تبال سيادتك لغاية المينيا فيه الاصناف المبكرة خلاص الجمعت الاصناف المتأخرة هي دي الليها المشكلة كلها الاصناف المتأخرة عندنا ايه اللي هو الرومي الأحمر الكريمسون الروبي سيدلس واخد باية سيادتك التلتة اصناف دول حمر نتيجة ارتفاع الحرارة بيحصل هدم للانس ينين اللي هي السبغة الحمرة وعشان كده بنقول كل امنيتي انا ان ييجي مصر تدخلها صنف ابيض لابيزري متأخر لان احنا كلنا كمصريين بنميل اوي للاصناف اللابيزرية ما عندناش الى الان اي صنف ابيض متأخر كلها اصناف حمره الاصناف الحمره يعني مثلا روبي سيدلس اعلى خصوبة في العنة يعني يدي عنقيد عدد ضخم جدا بيوصل لحوالي التمانين وتسعين ومئة عنقود على النبات هو درجة الحرارة المتأثر على صمرة الانس يا سيانين بتهدم الانس السيانين هو بيتحاولش الاحمر باية لا ما هو عشان كده بيطلع العنقود الصمرة محمرة وجزء اللونه ايه فاتح اه يعني الانبالة جزء احمر وجزء ابيض ده نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وهدم صمرة الانسيانين اه طبعا وعشان كده يعني اه ودي بنلاحظها كمان في ايه لما الحرارة بتكون عالية غير اشعة الشمس غير اشعة الشمس يعني ايه يعني احنا في العنب عموما بنعمل عملية اسمها عمليات التوريق عشان نسرع من تعريض العنقود للاضاءة وليس للشمس المباشر للاضاءة وليس للشمس المباشر ايه عملية التوريدي يا فني التوريق بنجي نشيل الاوراق اللي تحت العنقود مع الاحتفاظ بالورقة المقابلة للعنقود لان هي دي اللي بتغزيه دي اللي بتغزي العنقود بنحتفظ بيها عشان نسرع من عملية النمو وان العنقود ياخد وضعه انما لما تعرض العنقود لاشعة الشمس دلوقتي ده بهدلة بيعمل راسعة شمس وده احد العيوب اللي في العنقود دلوقتي طيب من هذا نقول يا فندم ان في بعض العيدان بتقبى غفاء لعيدان اخرى يعني انا عندي مثلا القرمة العنب او صومة العنب عبارة عن عنقود كتير اللي متعرضة للشمس مباشرة اهديب الضبوز وصبغة الثانيب بتكسر انما بتحقي ده في الاصناف الملونة انا بتكلم على كل الاصناف بس ابتح في الاصناف التانية من الدرر اللي بتغطى عليها ولا ده ما بيحصلش لا ما بيحصلش يبقى الشمس نازل على كله بالتساوي لا لا ما قلت فيه فرق بين لسعة الشمس ده بتعرض العنقود للشمس المباشر وبين درجة الحرارة العالية درجة الحرارة العالية ده خطيرة جدا ولذلك احنا بنقول ايه بنقول للناس اروي اروي الارض والصبح بدري او بعد الظهر ما تروهاش وقتة ظهيرة وقتبال سيادتك طيب ده في الاصناف الملونة طب في الاصناف في الاصناف اللي تحت الصوب ولا في الحقل المفتوح لا الصوب بتقصد سيادتك اللي هي يعني حضرتك دلوقتي في الصوب متغطية بسران وبلاستيك فاشعة الشمس ما بتجيش مباشرة لها اقول بس السؤال الاول اتفضل اتفضل انما في الحقل المفتوح لا درجات الحرارة المباشرة بتيجي عليها فالضرر بيبقى اكتر ده المنطق اللي متغطي بالبلاستيك ده ده التصدير ده خلاص احنا عندنا في التصدير بتاعنا كان لغاية تلاتين يونيا الحقيقة الاستيس دكتور سعد النصار والمعالي السفير من وزارة الخارجية عملوا مع السوق الاوروبية وخلاها لغاية عشرة يوليا لو طلع العنب بتاع السوق الاوروبية المشتركة خلاص السعر بتاعنا يبقى ضعيف جدا فدي ميزة كانت عندنا فالصوب السوب ده البلاستيك ده بتتكلف تكلفة عالية جدا دلوقتي ده خلاص هربنا بيها من موضوع التصدير الا اذا كان فيه اصناف متأخرها تروح جنوب شرق اسيا فتحولنا اسواق الوزارة مشكورة فتحت اسواق انا بكلم فنية ما هو فنية انا هو اه ما انا بقول لسيادتك المزارع العادي يعمل ايه المزارع انا بكلم وهي مفيش ضرر دلوقتي يعني الملخص كده مفيش ضرر ليه مزارع التصدير على اساس ان موسم التصدير خلص قبل ما الموجة الحرة تيجي ما عادة اللي بيصدر لجنوب شرق اسيا اه فيه اسواق مفتوحة لنا في جنوب شرق اسيا دي برضو لازال فيه ناس بتصدر بس مش متغطبي البلاستيك طب نفرض ان الموجة الحرة دي السنة الجاية حصلت قبل ما يحصل التصدير اه دي مشكلة بقى ما انا بتكلم على كده دي مشكلة اه طبعا احنا في في الصوبة كلها عموما اه متغطية الصوبة لا ما هو بيغطي بيغطيها بالنهار ويفتح بالليل الجناب بتاعتها اه وعنده الترمومتر معلقين كالترمومتر تحت الصوبة لازم يزبطها بتكون في حدود الحرارة في حدود ثمانية وعشرين ام فلازم فدي مشكلة وما فيش مراوح تتعمل التكييف ولا بتاعتها لا 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 ما فيش الكلام ده تكلفة عالية لا لا فدرجة الحرارة بالليل في الشتاء هتعدل اتنين واربعين في الشتاء لا في الصبح او بالليل اه يعني في الليل او بالنسبة للتصدير لا التصدير تمانية وعشرين قلت لسياتك بتاعت الصوبة انا بكلم على درجات الحرارة دلوقتي احنا بنفتح الحنفية والدش كده الماية بتنزل سخنة ايوة بالليل او الصبح ايوة معظم الناس هنا بقولها دلوقتي ما بتستخنة ايوة ايوة فببالك الارض بتعمل تبخير اه ده فين عكاس الحرارة من الارض جميل جدا فدي درجة حرارة زيادة فوق درجة حرارة الجو ايوة فبالتالي درجات الحرارة في المساء مش هتقل كتير عند درجات الحرارة في الصباح طبعا فاذا الحقول العنب اللي تحت اللي متغطية كمان على حسب كلام ساعتك انا بستفسر من ساعتك هيبه برضو هتتأثر فلو ده حصل سنة جاية قبل ما نصدر السنة دي ربنا سطر وصدرنا مفيش ايوة مشكلة طب ده لو حصل يحصل ايه ماشي هيغطوا بقى بالبلاشتك ماشي ماشي هيغطوا بقى بالبلاشتك ماشي ماشي حرارة عالية هيغطي ليه يعمل فرن تحت الصوبة يبقى فرن بقى مش مش ده البلاشتك هيبقى ما غطاش اه طبعا طبعا ما بيرش ساعات كسارة السكون ما بيش ايه ما فيه سكون لا اقول لحب لا لا اقول لحببتك حاجة اولا عشان ترش اه انا دي شفتها في جنوب ايطاليا كانوا بيرشوا برشاشات شوية كده على هنا بمائدة اه وكان مغطي عشان يصدر لشمال ايطاليا الشمال كله انا بني بيت الجنوب كله انا بمائدة فسألت الراجل قال لي عشان درجة حرارة عندنا عالية جدا الجنوب عالية جدا فاحنا ما عندناش بقى التكلفة هتبقى عالية قوي هتبقى عالية جدا 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 فعشان كده احنا بنقول ايه احنا كنا في الوزارة عاملين خريطة للأصناف العنب المختلفة اللي هي ممكن زراعتها من شمال الديل تلغيت أصوان فاحنا ما عندناش ما عرفش اه واحد يقول له انا زراعت عنابة كله بيزرع عناب لا 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 المفروض اللي يبقى فيه نظام في عملية الزراعة يتتناسب مع المنطقة ويتبالي سيادتك ديوقات يفنن فيه تغيرات مناخية يعني زمان كنا نقوله ايه الزراعة في ابريل والزراعة في مارس اصبح تغيراتهم مناخية الناس بقيتش عارفة القائمين في مارس ده هيجرى فيه درجات حرارة شكله ايه وكده يعني عندنا الشتاء يا دوبك الصيف ابتدى ييجي شهر ثلاثة ايه شهر اربعة كان فيه شتاء وخبرت ساعتك فده غير متوقع اصرت على الناسهم اصرتش على الناس ايه فبالتالي درجات الحرارة مقدرش اقول له امتى لانها بتفاجئنا دلوقتي بارتفاع درجات حرارة غير متوقع يبقى نصيحة بقى الوزارة بتعمل درجات حرارة عن طريق المعمل مناخ يده بيان بمعمل مناخ ده يده بيان كامل لمدة اسبوعين قدام لان دي مشكلة دلوقتي يا فندم احنا انا وساعتك الوزارة يعني فندم احنا باحثين جوه احنا اللي بنعمل ده ما هو معمل المناخ مش انا شخصيا بس انا مشارك في ده انا بقول لي سيادتك اه هقول لحضرتك على حاجة احنا عندنا صامسوس من ريت جلوب اكبر حبات عناب على مستوى العالم ده المزروع عن طريق مطعوم على اصل اللي هو الخضر بيغطي العنائد المزروع بالعقلة مباشرة يعني شتلى ناتج عقلة ده المغمال الخضر ما بيغطيش العنائد العنائد بتجيلها لسعة شمس اه يعني ده حل يا فندم احنا ممكن يا جماعة نغير طريقة الزراعة ونخليها خضري عشانك انا مش خضري لا 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 ده احنا لا ننصح ده احنا بنقول لازم العناء بيزرع على اصول مقاومة للنماتودة ومقاومة للمن الفلوكسرا وا 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 لا ده انا قصد اقول ده انا بوري سيادتك الفرق بين ده وده النصيحة بقى ان الجماعة اللي كانوا بيورقوا الاصناف المتأخرة الاصناف المتأخرة اللي هي احنا قلنا عليهم التلاتة دول ما يعملوش توريق ده احنا ما بنصدق ان نغطي العنائد انت محنت بس سيادتك يعني برا كان في شيلي بيعمله بيغطوا العنائد عشان البرده حالها ايه في مصر فاته حالها انا مليش علاقة بشيلي كده وكده احنا لنا ظروف وكل دولة النهاردة لها تغيرات مناخية ليها تغيرات مناخية خاصة بيها وظروف خاصة بيها وباحسين بيشتغلوا على ده اه 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 انا من النهاردة احنا نعمل ايه او المزارع بتاعنا نعمل ايه في الاحوال دي هل يروسش مثلا رزاز مية مستي كده يخافف ده ما هيسبب بكتيريا لا يجيب له امراض بياض وخلافة مش كده اه ما هيدي النقطة اه يجيب له امراض بياض لا لا هو الفكرة كلها انه هو يحاول يروي الانب بتاعه بدري ويقسم المراحل الري جزء الصبح بدري اوي وجزء بعض الضهر انما يمنع عن انه يروي وقت الضهر دي منطقة الخطورة دي حاجة الحاجة التانية ما يورقش ما يورقش العنب المتاخر ده يسيبه يورقه ليه ده هو كان بيورق عشان يسرع من عملية النطقة يعني هيجيب العنقود يرميه في النار طب انا كان غرضي ان انا نتكلم على مشاكل ممكن تحدثوا حلاي انما نخلي المشكلة تحدث في المزارع الكبيرة ولما يجينا شكوى نبتدي نشوف الدنيا بالنسبة المزارع الصغيرة اللي هما مش بيغطوا بيعملوا لا اما مش كل المزارع الكبيرة بتغطى على فكرة مش كلها اللي بيغطي هو الراعي انا بشوفهم مغطين كده وبعد جده لا 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 ده كل ده عشان تصدير الاصناف اللي قلنا عليها المبكرة اه انا بكلم سيادتك على الاصناف المتأخرة المتأخرة دي بقى التصدير بتاعها لن يتم الا للدول العربية او دول جنوب شرق اسي جميل انما مش اوروبا اوروبا مش تأخذ لان السوق الاوروبية خلاص اتفتحت يبقى سعرهم محترم اوي ويبقى سعرنا عالي جدا يبقى للمستالك عالي اه ده ده انا انا بقول ان ليه احنا الخريطة بتاعت ازراع العناب في المناطق الجديدة دي ليه ما تتنفس يعني ليه خريطة ما هو ما نكون عاملين خريطة بنقول الاصناف الفلانية كذا وكذا وكذا يزرع في الدلتا كذا وكذا لغاية المينيا كفاية ده 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 معمولة من من زمان ده ده مش مش خريطة مرسومة ده خريطة مكتوبة بالاصناف وكل حاجة في ارشاد الزراع جميل او معهد المعهد البستين قسم اللي انا انتو اكبر قسم يعني قسم عامل زي معهد فاكيد اي توصيلات هتعملوها دي مشكلتكم انها بتوصل للتنفيذ ليه ما بتتنفيذ ما انتو اللي بتنفيذوا وانتو اللي بتنزلوا دوريات وانتو اللي بتقيموا مبادات وبتقيموا الحاجات يعني كل حاجة بتعملوها ونصاتكو واضح فانت بترمي اللوم على مين مش عارفان يعني 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 اوز اقول لحضرتك حاجة اصلا ما تقل لي حاجة زي كده اقول لك طب دكتور بغلال حضرتك فيه شيخ العنب اقول لسيادتك على حاجة احنا يومها اتفقنا كلنا كنا مجموعة وقلنا العنب بيزرع في غاية المينيا كويس اوي بعد كده هيحتاج معاملات خاصة بقى عشان الحرارة العالية في سوهاج وخلافه واسوان وكده ويزرع الاصناف المتأخرة اللي احتاجتها الحرارية بتبقى متأخرة اوي وعالية ومع ذلك الناس بتزرع حاصل ده حرية شخصية هو بيزرع اه يعني مفيش اخبار لتوصيات معينة حد بتتبع اه اه حذرك دي كده ان حذرك بتعمل التوصيات اه وفي بعض الناس ما تلتزمش بيها ام احرار بس فهو يعني العملية كلها ان التغير المناخي ده فاجئنا كلنا الحقيقة يعني حاجة غير طبيعية يعني درجة نهاردة الحرارة النهاردة درجة الحرارة الاربعين اربعين ده في الضلة تزيد اربع خمس درجات في الشمس اه يعني ده 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 حاجة صعبة اه عاطل النهائية بتسبب خسارات اقتصادية انما غير ملموسة لم يلمسها المزارع الى الان انا حاسس كده يعني حذرك بتقولي اتنين واربعين لا بتوصل اكتر من اتنين واربعين لا اه انما انما المزارع العادي اعتقد انه ملمسهاش ملمس الضرر اوي انما انا خايف انها توصل تقبازي مثلا درجات الحرارة تقبازي الكويت زي السعودية لا 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 ستقب الموضوع مختلف درعيب مختلف جدا وبعدين عندنا كمان الرطوبة العالية دي عاملنا مشاكل يعني مشاكل فى الامراض وخلافه انما انما اه كه 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 حرارة مش قادر نتحكم فيها يعني عالك متخيل الفندم ان الخريطة الزراعية يعني انا انا واحد متخيل من الزراعيين حسب كلام سعادتك وحسب ما اعتطني من معلومات عبر النشرات وقاردها جيدا عن العنب هل ممكن لو بقينا زي السعودية نوصل لمرحلة ان في منتجين كبار هينتجوا للتصدير وبواقع التصدير تنزل لمجتمع تبقى في الصوب ومجهزة او تضغطى بغطاء عاكس للشمس بغطاء معين بدل من البلاستيك السيران ده لا بدل البلاستيك يبقى سيران سيران ابيض سيران مش هيعكس هالقطاع سيران ابيض مش اسود سيران ابيض طب لو كانت سيران ابيض ومن نوع العاكس لدرجة الحرارة بنسبة كويس جدا هو موجود يعني انا مستمعتش عنه انا مستمعتش عنه لا 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 هو السيران ممكن الناس اخترعوا هو السيران اقول لي حضرتك حاجة هما لما زرعوا العنب في تشكة غطوه انا كنت بروحت حوالي 4-5 مرات وروحت شارع الوينات اللي حقيقة غطوا العنب بالسيران الابيض الله الايام دي يا فندم لا 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 ده من فترة كبيرة لا انا بكلم على الايام دي لا يقصب اي فترة لأ ما هو سيران كان درجة الحرارة اوصل كده بتوصل الى 44 و 46 لكن لا يوجد رطوبة لا يوجد رطوبة كانوا يغطوا العنب بالسيران الابيض ولما تقطع جزء من السيران حصل مشكلة حصل مشكلة مشكلة جامدة وعاوز اقول لي سيادتك وكان برضو كان الوليد ابن طلال كان نفي تشكة وكان بيغطي بالسيران الابيض وجاب خبرة من جنوب افريقيا هيعملوا له ايه الحرارة حرارة هيمنعوا الحرارة تماموكا فاند المنتجين الكبار اللي عندهم 200 الف الدان و300 الف الدان وفي ناس عندهم صحات اكتر وناس عندهم مليارات وبيكسابوا كويس جدا وبيصدروا بالملايين الدولارات وبيكسابوا كويس جدا هؤلاء الناس ممكن تدخلوا فيه مدخلات الانتاج ويعملونا صوب مجهزة مكيفة تزبط درجة ودي موجودة على فكرة طيب وموجودة يعني ممكن نهاردة ايه ايه انا بواخد بالك بواخد بالك ده برضو ده كويس هل احنا محتاجين هذا لا اقول لي سيادتك لين مش محتاجين ده في العنب او ليه هقول لي حضرتك احنا عندنا مساحة العنب الاخرانية اخر احصائية وصلت حوالي 200 و 2 ألف فدان اقلوا من فوق 200 ألف فدان طلعت قديل مليون و 840 850 ألف فدان احنا صدرنا ده في الأهرام مكتوب ان احنا صدرنا في الست شهور اللي فاته يوم تلاتة يوليا الاهرام ده كاتبين الوزارة ان احنا صدرنا 94 ألف وشوية طن يعني حوالي 95 ألف طن نفترض ان ايه الموسم هنصدر 150 160 170 180 ألف طن ايه يعني احنا محتاجين يعني يفضل لنا الباقي ده للإستهلاك المحلي يعني يعني استهلاك العنم كان زمان يعني ما تبقى من التصدير يكفينا يكفينا ايه باشا ده كان ساعتك متوسط استهلاك الفرد في مصر كان 7 كيلو قبل مشروع مصر كاليفورنيا مشروع مصر كاليفورنيا جابوا 23 صندوق عناب ماء ده استوردناه وصلنا حوالي من 17 ل 18 كيلو للفرد يعني ما يغطيش تهلك من لا اه يغطي الاوروبا متوسط استهلاك الفرد كان ايامها 23 كيلو الفرد احنا وصلنا 17 والأصنف اللي داخلت مصر هما هناك عشان ما يبقاش فيه ظلم هما هناك حاسبين عنب النبيت من ضمن 23 كيلو انما كعنب مائدة للأكل لأ ما عندهمش الفرد يستهلك واستهلاكم باي بقى مزيينة احنا بنحبه يبقى لي مسكر شوية هما بيبقى اه ايوة وبيستهلكوا ايه عشر حبات في الواجبة لا 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 احنا عندنا فائض ده احنا قداني بقول نفسي يعني برغم ده كله احنا عندنا فائض ومش محتاجين نعمل التكنولوجيا العالية دي لا 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 انا اعمل صوب اكلفها اه عشان اه ابيعك كله بكام بتكلف جامد جدا اه اشوف طن البلسك النهاردة بيكلف كام انا عايز اوصل لمرحلة ان فيه ناس بتتكلم تقولك يا معنى انتو ليه ما بتزرعوهش كذا انتو قادرين تزرعوه ليه بتستوردوه تصديقا لكلام ساعدتك ان احنا فيه احيانا الظروب بتحكمنا ارخص لنا ان احنا نستورد من النزع تمام مش كده تمام ممكن ييجي العنب وييجي الموز وييجي بعض المحصيل انا ارخص لي ان انا استوردهم من دول تانية على النزعهم اه بالضبط وده لا يعيب دولة يعني الصين بتستوردو امريكا بتستورد والصين بتستورد ده انا برده على الناس اللي بتقولك ليه ما احنا عندنا ارض وعندنا ده ما نزرع كل حاجة ده كما نزرع اللي يهمني اللي ارخص لي بالضبط بالضبط اللي انا قدر انتيجه بسعر اقل من المستور اه ارض انتيجه بتسعر اقل من المستور اه طبعا وما يرقنش ماديا ولا اقتصاديا طبعا ولا مائيا طبعا ولا يرهق الارض بتاعتي ولا كتف بالضبط كده بالضبط كده بس هو لو يتواجد صنف عينب أبيض متأخر هيعمل آآ يعني حاجة كويسة أو في البلد ليه لا بيزري عشان الزوء المصري بيأكل الحاجات لا بزري هارضها لساعدتك ثاني السؤال ده طب وساعدتك عالم من علماء العينب يا باشا ليه 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 منجبوس وبييجي منين ليه القطاع الخاص هو اللي بيستورد مش احنا مش اللي وزارة القطاع الخاص هو اللي بيستورد بس انا عرف حاجة يا فنم ان القطاع الخاص لما بيستورد عقلة عينب قد كده بتطلع لجان من الوزارة ايوة وخبال ساعدة لجان من الوزارة عارفة اسم الصنف وعارفة ده وعارفة ده وهي اللي بتصراح له بالدخول هارد على شكل يعني ما بيقدرش يدخل عقلة مصر بدون قصن الوزارة سلام سيادتك مظبوط مظبوط انا هقول لشيادتك بقى آآ القطاع الخاص بيجيب دلوقتي الاصناب بكود نمبر كود نمبر ما بيقولش على اسمه بعد ما بيدخل يقول الاسم يقول الاسم طيب حصل اه النوع بس الوزارة بتبع عارفة لانه بيجديها ايدي تشيت كنا زمان بيدونا شتلات من اللي اللي جاية للمعهد ونزراح عندنا ونقصد بالوزارة كمان مراكز البحثية ايو ايو كان الحاجات دي بيجي لك وحركة اللي بتروح كان بيدونا شتلات اه دلوقتي لا ما بيدوش دي حاجة الحاجة التانية ليه ما بيدوش جلالك وما لا تروح تقيم على ايه اساس لا ده هو بيقول انه اه بتاع الامراض يقول ما فيهاش امراض ما فيهاش اه اه بتيجي عقل عشان او تشو قلشر ممم ما بتجيش شتل عليها مجموع جزري عشان ما تكونش حاملة للنماتو ده واخد بالسيادتك اه بس بتبع عارف الصمر اي لا هما بدلوقتي بقولوا كود نمبر اه اي اسم بدليل ان دلوقتي فيه مشكلة حصلت قالوا ان الميد نايت هو يعني الكود نمبر ده مش هيبقى في الحجر الزراعي عارف عامل بسمو مك لا ده ما عرفش اه لا ما اكيد يعني لا لا صدقني بتجي بكود نمبر عشان موقع كود نمبر اكيد ادارة الحجر الزراعي ومتوسلة في مراكز ابحاث اكيد عارفين الكود اللي هو حرف ايه ده تعني الصنف مثلا سيبريام صنف كذا صنف كذا انما صفي مبهم من القطاع الخاص يدخلوا واحنا نتفاجئ به معتقدس الوزارة انا هقول سيادتك حاجة في احد الشركات من عشرين سنة كده دخلوا صنف اللي هو الاري سويت خلينا كده وصوح ودخلوه وفي ناس خدته وبعدين حصل مشكلة بينه مسجل ومسجل اري سويت اري سويت اه مسجل وحصلت مشاكل فاحنا احنا كجاهة بحسية ملناش جاعب المشاكل احنا بيقول الاسم الصنف المسترد كزا ابتدوا بقى يحطوا حدوا لما بتيجي مشاكل يعني انا دولة اللي ممسج ادارة الحجر الزراعي وجات مشكلة خاصة بالعنب هاروح لمين هاروح للمركز بتاعي اه طبعا وهاروح لقسم العنب اه ما حضرتك حلال المشاكل المشكلة جايلك 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 طب هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه يعني مش عارف يعني انا نفسي القطاع الخاص بدم هو اللي بيجيب بيستورد الشتلات دي بلا الشتلات بيستورد عقل ان كان يجيبها تيشو كلشار شتلات اه في 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 يعني معمولة في المعمل ما يجراش حاجة اه انما يقول لنا الصنف ايه بالزبط لان الدخلنا في متاه دلوقتي في في الاصناف فقولنا نعمل ايه يا ريت يتعامل باصمة مورسية للاصناف دي عشان يبقى اه معروف لو طلعت هو نفس الصنف خلاص لان ادلقت بتدعي لعبه في الاصناف يعني اصدق في بداية الشتل اللي بتيجي مع العقلة يتعامل باصمة مورسية بعد الا اه بعد ما 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 يطلع النبات ايو بعد ما يطلع عرباته وتزرع. اه 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 اه. بحيس انك تتاكد ان هو ده الصنف اللي دخل او كده. بالزبط كده. او الصنف قريب منه. بالزبط كده. اه. يعني ممكن فيه انواع بتبقى انواع قريبة من بعض. اصناف. قريبة من بعض. اه الصنف اه ضد الاصابة وفي صنف قابل الاصابة. اه. في صنف بيدي انتها غزير في صنف لا كده يعني. بيتحايلوا على 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 القوانين الدولية شوية. بيتحايلوا. ما تحايل ده موجود يعني. بيتحايل ده موجود في كل حتة في العالم. انما طبعا بيقبعي نظام القط والفار. انا اللي نفسي فيه. اه. نفسي زي ما قلت لساتك. يجي صنف عينب ابيض لبزري متأخر. دي حاجة. الحاجة التانية يتعامل السوق عربية مشاركة. ليه ليه احنا ما انا. ده موضوع يعني موضوع اه البرنامج بتاعنا برنامج علمي. ماشي. ماشي. فانا ما بحبش اه لانا لو نكلمنا هنقعد مثلا ميتين الف حالة ومستوصل حالة. ماشي. فخلينا في الاقلم بتاعنا. طب ماشي. ماشي. وفي هذا النباتية بتاع ايدنا. ماشي. والمشاكل الاصلة المتصدرة. ماشي. وبعد كده ربنا يكرم يا رب. ان شاء الله. الاصناف انا سمعت ان في بعض الاصناف اللي بتصدر اللي هي الاصناف الخاصة باصناعة النبيسة. هل بتصدر من مصر? في بعض المناطق بتزرحها. حاول الشتر. وهل هي اصناف زاتة غردين يعني غرد ممكن ينفع للاكل. لا. ما ينفعش. لا. هي غرد واحد. لا. بص اقول لي ساتة. هما كان في مزرعتين هنا في الطريق الصحراوي. مهم. منهم مزرعة خلاص انتهت يعني اه صعبها اه اسمها وباعها. مهم. ومزرعة تانية شغالة. واعتقد ان في مزرعة في الجونة. اعتقد اعت انا بقول اعتقد لان كان جالي حد يعني عاوز يسأل في شوية حاجات. عينب النبيت. عينب النبيت. اه مجموات اصناف كبيرة جدا. ده كان جاي ستة عاشين صنف. اه دخلوا مصر هنا. اه هو مسته ايه بقى? مسته حاجة واحدة. ان هو عن ايده فيه في بعض اصناف عن ايدها كبيرة. ومعظمها عن ايدها صغيرة. مهم. ومتزحمة. لانه بتعصر. بتعصر بالعرش بتاع العنقود بكله. بكله. بيدخل في المعصر. مهم. وبعدين يتعمل تنقية وزور تانية حاجات كتير. يعني هو بيتصنع نبيس جوه مصر هنا فلا? ولا اصدر اسمعت انه بتصدر بقى? بقى لا. لا بيتصنع. بيتصنع في شركة جياناكليس. مش عايزين اسمها اه بلاش اه بلاش اه بلاش اه بلاش اه بيتصنع نبيت. وعلى فكرة اه ممكن تعمل نبيت من اي صنف عينب. ممكن تعمله حضرتك انت في البيت. مش عايزين نقول الكلام ده على الهوى. اه يعني. اه يعني. اه يعني. اه اه زراعة النبيس هل هي مصرح بيها او مصرح بيها انا ما عرفش. مصرح مصرح. اه انا ما عرفش. اه 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 حضرتك احد الشركات برضو اه مش هسكر اه كانوا بيدخلوا عينب المائدة في تصنع نبيت اصلها. هو بيعمل ايه? هو بيعمل السكر ويزبط البيتش بتاع المحلول. اه. وياخدوا يخمروا وبعد كده يعملوا عمليه تنقية. يعني دي موضوع داخل فيها الجودة وداخل فيها حاجات. كلام. كلام كويش. اه حتى الكمرة لمعرفش اسعار ايه ولا تسيمة. هما كانوا بقى مهتمين ليه بالقطاع ده. مهتمين اوي. عشان الفنادق. فنادق. وهما الفنادق ما بيشربوش النبيت بهدف انه يسكر. لا. ده بيشرب النبيت عشان خاطر درجة الحرارة المقافضة. بيوزع بيوسع الشرايين عشان الدورة الدموية. عشان ايديت. سلوك غزائي لبعض الدول خاصة. بالزبط. اه سلوك غزائي لبعض الدول. نرجع بقى لمرجوعنا. ان هي مساحة هذه النوع من الزراعات. لا تمثل كتير جدا. وبرضا نريد ان نقول ان رغم هذه التحديات ودرجات الحرارة ما تبقى على التصدير. كافي جدا جدا. جدا. للاستهلاك المحلي. المحلي. لغاية النهاردة. رغم هذه التأثيرات. ايه. وخبار ساعتك. ايه. طيب في تأثيرات تانية او امرات تانية ابتدت استجدت او استحدثت في محاصيل العنب. هتكلمنا عنها. يعني في مشاكل اه بالنسبة للارض. بالنسبة للاصناف. بالنسبة للأمراض. ايه. ايه. وخبار حضرتك. عامل التأثير. او مشاكل دي ما كانش لها تأثير قبل كده. لا ما نقول لش. انما نتيجة التغارات المناخية اصبحت لها تأثير قوي جدا. هتكلمنا عنها. هقول لحضرتك حاجة. اه طبعا امراض البياض والكلام ده. اه لما بتنتشر في المناطق الرضبة. اه. وخصتنا البياض الزغبي والبياض الدقيقي. انما. المشكلة اللي بتقابلنا دلوقتي في الحرر العالي. هاي زي ما قلت لسيادتك. العنقيد بتاخد. لو متعرضة للشمس. لا سعد الشمس. بيزم. اه. يحصل جفاف في العنقود. خلاص. فقط قيمته يعني. اه. عشان كده بنقول لسيادتك. اه. ما تحاولش تكشف حوالي العنقيد في درجة حرارة. على فكرة ده حصل. سنة اه. تقريبا واحد وتسعين او سنة تسعين. الحرارة ارتفعت فجأة. كان داخل عيد. كان داخل عيد. والعنب. الكل العنقيد اللي كانت متورق حواليها. اتبهدلت اخر بدلا. فدي. فدي. احنا بنقول دلوقتي للناس. انتو شايفين من 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 شهر فات. ان مفيش. اه. جو صعب جدا. صعب جدا. فما تحاولش يتعرض العنقيد بتاعتك. وبعدين. احنا من من حق المزارع بقى. انه ياخد باله. انه يزرع اصناف مبكرة. احنا كان الهدف من مشروع مصر كاليفورنيا. بدل ما العنب يطلع في شهر يونيا ويوليا واغسطس. لا. يطلع في اتداء من يونيا. يخلص في اكتوبر. يعني في مساحة كبيرة للناس تاكل عنب. انما الظروف معكسانا دلوقتي. الظروف معكسانا دلوقتي. فياريت الناس تتجه لزراعة الاصناف المبكرة. ونخلص. يخلص محصوله. ويخلص في الجامعة. واتكافل الاستهلاك سيف وشته. ايه. او طول السنة. اه طول السنة. ما تكافيه. طب. لا اول سؤال بقى. ليه اصناف اللي هنا بدلوقتي الاسعار عالية قوي. ليه? لان التكلفة بقت عالية جدا. العمالة عالية. اسعار المبيدات. طب مش نتيجة خسارة بعد. نتيجة التأثير الحرارة عملت خسارة بعد. لا. لا لا. ما تغليش الاسعار. من قولت لسياتك الا. لا ده الاسعار نازل عالية من الاول. مم. مش في العنب بس. في اي منتج. اي منتج فاكهة. او خضر. ليه? عشان التكلفة بقت عالية. طب في مشكلة الناس اللي هم خاصين بالتصدير. كان. كنت انا عملت معهم لقاءات يعني كتير جدا. فقال لك والله اه صين بتنتج اه صوبة تسعة وتسعين في المية من الانتاج قبل التصدير. او قبل البيع المحلي. احنا عندنا هنا ما بيعديش العشرين خمسة وعشرين في المية. طبعا. نتيجة الرجل قال لي النتيجة ان الفني او العامل اللي بيقطف العنب بيقطفه بطريقة غلط. هي. وبيعمله باكنج بتريها غلط. غير مدرب. طب دي تعمل يا فندم من تس مية في المية لعشرين في المية. يعني تمانين في المية اخسارة. لا انا اقول لساتك بقى حاجة. انا شوف تاها برا الكلام ده. اه احنا هنا لما بينزل يجمع ما بيرعيش برا. بيجمع العنقود بيقيس بتاعته. بالرفراتومتر. هندي الرفراتومتر. رفراتومتر يدوي. ده بتاع تركيز. لا بيقيس السكر. اه تركيز السكر. اه اه. بيقيسه. ياخد حباية وقسها. يقول له اقطع العنقود ده. اقطع العنقود ده. ما تقطعش ده. لانه العنقود كلها مش هتندق في وقت واحد. احنا هنا شغالين بطريقة. حتى في المزارع الكبيرة لتصدير. بكل اسف. ما بيقدروا. العام يوضرش يعمل. ليه ليه بيعمل كده ليه. لانه يقول له هيتفرز برا. وقبل ما يتعبه. فده ينزل سوق محلي وده يروح تصدير. وهدو ساتك فده غلط. هم هناك بمرتبين اوي. كانوا يقول لساتك شوف نفسي لكلام ده. بقى ماسك الرفراجتمتر ويقيس السكر بتاعه. الحباية من العنقود. وفي العنب يا فندم يعني في العنب في الصين الموضوع مختلف. يعني انا ما شفتش في العنب حتى هما بيبيعوا في السوبر مراكد اه عنقيد فارت. فارتت. انا معرفش. هنا حتى في اعلى كده بيلاقي فارت في العنب. بيبقى حبات عاملة زي الخرس كده. فدي نتجة منين? انا حتى سألت فيها. اه. الحبات الخرس دي الصغيرة دي الشوت بيرس دي. لا لا يا فندم العنب مش موجود في عنقوده. الحباية مش موجودة في عنقودها. اه. وقبال ساعدتك ففرطت. ده انا في في اسواق الصينية ودول شرق اسيا واللي بيجي لك هنا الحباية بحبتها. هل في حاجة بتترس بتسبت. ايه. والحباية. ايه. في عنقودها. ايه. او هي نتيجة الجامعة. لا لا لا. بطريقة صحيحة? ايه. ايه ؟ اه. اه. هقول لي ساتة. هقول لي ساتة. صنف اللي اللي هو عليه الاختلاف دلوقتي? هل هو ميد نايت ولا بلاك ماجيك? هذا الصنف اه اه ايه سود. وكويس وكلفه. بلاك ماجيك؟ بلاك ماجيك. ايه سادة ايpps sieht لا 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 اسم له مشكلة. اه. بعد العقد امباشره بيحصلوا فرض. يحصل فيه فرض. فلازم في بداية التزهير يترشله مسبت بعد العقد يحصل فيه فرق لا مش ممكن قبل العقد يرش مسبت للحبات مش عاوز أقول أسامي عشان ما يقولوش دعاية تجارية بيترش عشان يثبت الحبات متى سقطش ده مشهور بيها البلاك ماجيك ده يعني ده أحد عيوبه طيب الموضوع ده كبير قوي هنتكلم هناخد بس الفاصل قصير وينجا نتكلم عن الفرط ده مسبتات وإيه? ولو حصل فرط ايه احتياجاته في تصنيع الزبيب ليه ما نستخدمه في تصنيعه في تصنيع الزبيب ده هنتكلمه بس فاصل قصير ونرجع لحضراتكم من ديت السلام عليكم عزيلا المشاهدين عدنا لحضراتكم من جديد وقابد الفاصل كنت بتكلم مع حضرة الدكتور غبريال عن تثبيت العنائد لأن في بعض الحاجات دايات الناس متيجة تصدر تثبيت الحبات حبوب عنقود العنب اللي بتتفرض فبالتالي ما بقاش صالح لعملية التصدير ولا التعبئة يعني ولا نزول للسوء المحلي ما فيش حد هاشتري عينب فارط كده فتفضل سيادته قال لي والله هي في بعض المواد المثبتات للحبة العنب في العنائد وكان هيستكمله وانا كنت اقترحت عليه طب ليه العنائد اللي هي تفكت ديت او فرض دي ما نستغلهاش في صناعة ازبيت ازاك يا دكتور انا محرك جانا بحضرتك حاج ما يجاوب على طول بقى انت سمعت اللي انا قلت حضرك عليه انه هو قلت لي حضرتك اللي تثبيت العنائد وكده وقلت لك طب ليه ما نستخدمش العنائد الفارتة ديت في صناعة الزبيب لا هو طبعا الاصناف بتاعت الزبيب عموما بتبقى من الاصناف البيضة فيه الناس بتجفف تكفيف شمسي وده طبعا ده في البيوت بيعملوه في البيوت لان فيه الناس الامريكان المجرعين لما بجوم هنا ظهروا مصر يعني منستورد زبيب مش كده اه منستورد طبعا منستورده وكان فيه احد الرجال اللي اعمال عاوز يعمل مصنع زبيب هنا فلا ان تكلفته عالية بالنسبة للمنتج يعني فلا نستورده اسهل فلا انا عاوز اقوله لسيادتك انه بتعمله عمليات اجراء اه بياخدوه واهم عملية بقى بنعملها هنا اللي هي عمليات الكبراتة عشان نطلع زبيب شفاف لون فاتح الكبراتة يعني ترسوا بالكبريت بتعريض الكبرات بتركزات معينة في غرف مغلقة اه الكبراتة دي عشان يبيض يعني يبيض اه يعمل قصر اللون فطبعا او يفتح اه يبقى لونه فاتح لان الزوق المصري بيقبلش لون الغامق اه يحب فاتح اه يحب الحاجات الفتح اه طبعا وزبيب المفروض بتاخدو سيادتك من عنا اه اه تومسون سيدلس اللي هو البناتي العادي اه هي تومسون اللي هو صالح سيدلس تومسون سيدلس اللي هو البناتي بتاعنا اللي هو ويكون اه اه معامل بالجبريليك اسد عشان نبقى لحبها كبيرة الحاجة التانية اه اه في كزا سلالة في التومسون فيه سلالة مستديرة والسلالة مستطيلة الزوء المصري بيحب الزوء الزبيب يبقى طويل واخدبال سيادتك وعندنا الاتش فورد دلوقتي دخل مصر سلالة من التومسون ده ممكن جدا يتعامل منه وخصوبته على يعني ليه درجات يا فندم الزبيب ليه درجات طبعا احسن درجة ممكن هل هل لما بيتم التصدير العنب هل المصدر المصدر انا عارف بعض المصدرين بيبيعوا الجهات معينة والسوبربركت معينة والمصانع معينة ضروري هل بيبعارف هو مصدر لمين وهينزل زبيب لمين وهيجي مصر ايه نوع ايه وبتختلف درجة سعر هزي الزبيب على درجة نوع العنب ضروري ضروري بس احنا اعتقد ان احنا ما نصدرش زبيب لا لا بنصدر العنب هيتصنع زبيب اه هو لا المشهورة او في تصنيع الزبيب دي تركيا تركيا مشهورة جدا جدا في تصنيع الزبيب اه بقولت لستك احد الرجال الاعمال كان عاوز يعمل مصنع هنا لقى الانتاج بتاعنا كله من ايامها بقى يعني الكلام ده من عشرين سنة لقى الانتاج من التومسون سيدليسا اه مش هيكافي تكلفة المصنع فتصنيع الزبيب وما ينفعش يستعمل اصناف تانية لا يعني هو الزوء المصري بيقبل ايه حباها مستطيلة شفافة واخد بساتك انت ما ممكن يتعامل من اي صنطر بس هيبقى الكبراتة عالية جدا لازم يكون صنطر ابيض انما الاحمر هيطلع غامق طب او في الزبيب غامق ده ده قيمة غزائية عادي عادي جدا قيمة غزائية عالية ولكن انت بحطوله اضافات عشان الناس تقبلوا انما هو هو قيمة غزائية زبيب معمول من اينا معمول من اينا كما احنا لو فاهمنا الناس يا فندم ان ده بيتعملوا عملية كبراتة صعب اصعب وهزي الكبراتة كذا 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 لا بس مش مضرة مش مضرة لا 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 صعب جدا ان التعاود على حاجة تغيرها لا هي المسألة كده المسألة انك بتنزل تشتري زبيب فبتلاقي اصناف كتيرة حاجات صغيرة حاجات كبيرة حاجات كذا وبأسعار مختلفة فالرجل بيقول لك لا انا عايز اغلى سعر من الحاجات داية هو ما عندوش فكرة انه هو في الاخر بيحطه على الرز بلبن وبتاعه اه بالزبط بالزبط انما ده اللي وصل الناس لازم نوصل لهم ان في اصناف يا جماعة ممكن انت بقمص وهي هي اللي بيجينا من بره بتتعامل بكيت وكيت 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 وانت عليك الاختيار المسألة كده يعني تكلفته بقى تعتبر عالية بقى ليه لان تقريبا ان الخمسة كيلو عنب بيده حوالي كيلو كيلو اثنين من عشرة كيلو ونص زبيب خمسة كيلو معنيتها ايه لما يكون الكيلو بخمسة وعشرين جنيه دلوقتي في خمسة بمية خمسة وعشرين جنيه غير العمالة اللي هت غير التكلفة طبعا اه 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 طبعا تكلفته هتبقى عالية جدا وغير الهضر وغير وغير عالية جدا طبعا هتبقى التكلفة عالية اوي انا كنت عاوز اوصل لحاجة حضراتك دلوقتي نفيتها في سياق خلام حضرتك ان صناعة الزبيب يا جماعة مش مبوائي العنب لا لا مش مبوائي اه ده اللي انا كنت عاوز اوصله لا 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 ده عينب بيتصدر بالكامل بيتم فارطه وبيتم تكفيفه وبيتصنع عينه اصنف معينة زي تومسون وزي سيدلس واصناف معينة انا مش مش زي سيدلس هو هو اسمه симوسات استني سيدلس عاا عديم البزور عاديم البزور اللي هو البناتي بنقول عليه بناتك today الاسم الدارد بتاعنا جميل جدا انه هو ده صنف معينة تزارع عشان يجي لنا كزا طب الاصناف الى대 اخكان الىسناف اللي هي التنى دي هل بتبقى من اصناف مختلفة من العنب اصناف السمذيبيب أنا كان عندنا صنف اسم موسكات اسكندرية ومساحته صغيرة جدا اسمه موسكات اسكندرية موسكات موسكات اسكندرية صنف عينب صنف عينب ده جي وروحت معاه خبير ياباني مش يعني ولفيت معاه ومصورينه هو ماشي على كورنيش اسكندرية جاي بيقول أنا جاي عاوز أعرف موسكات اسكندرية ده الصنف ده من مصر قلت له في حوالي كزا مدينة في العالم اسمه اسكندرية ومنهم مدينة في وسط إيطاليا اسمها اسكندرية ده صح آه فقال لي طب الصنف ده بينجح عندنا يزرعوه في اليابان تحت أمره الشيابان ويزرعوه تحت الصوب وبعته السي دي وقال له اسم اننا كنت مرافقه وبتاع الراجل بيدور بيدور على الصنف ده منين بيدور الصنف ده جاي منين خدناه أصر محمد علي في شورة الخيمة وورا ناله قلنا له أصناف العنب كزا والراجل يعني أصر محمد علي كان مزروع فيه صنف العنب ده؟ كان هو من الناس اللي استوردوا أحد الناس اللي دخلوا الأصناف العنب طيب أنا أعرف أن الصنف العنب بيتجدد كل كم سنة عايش من أصر محمد علي لغاية النهاردة؟ بيتجدد إزاي يعني؟ يعني أحياناً للشجرة بيحتلها أمراض أم مش وكلاً حد كنت إلي في الحلقة بالحلقة تابلي كده أيو أيو فبلازم نجدد للشجرة آه تجدد الشجرة إنما الصنف موجود تجدد الشجرة أنت هتجدد عندك خمسة إنما الصنف موجود أنا بيتجدد باستبرارها آه 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 فالراجل اتبسط قوي وبعد السيد دي واتفرجت عليها وقال إسم فيه مع الراجل ده فعاوز أقول لي سيادتك الناس بيتهتم بالحاجات دي قوي 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 لأن الموسكات سكندرية ده وأقول لي سيادتك هم موجود قتل لأن؟ لا لا انتهى بموسكات سكندرية ده كانوا خدوا عقل عشان يعملوها في مزرعة في نواحي النبارية يجمع فيها الأصناع بتاع العنب في مصر كلها المزرعة دي تقريبا انتهت تقريبا بص سيادتك موسكات سكندرية برغم أنه صنف بزري بزري في بزور إنما بيدخل في صناعة الفطير الفطائر بيدخلوه بيعملوا منه الزبيب ويدخلوه في التصناع اللي برغم أنه في بزر كان بيستمر في مصر هنا؟ كان بره بستورد؟ لا لما كان موجود اختفى اختفى زي صنف الفيومي ما اختفى يعني من أيام محمد علي لغاية لما حضرتك روحت تقريبا من عشرين سنة يعني مسافة الجامعة وكافضة الموجود في خلال العشرين سنة اختفى ليه؟ أقول لي سيادتك اختفى ليه؟ بس في عجالة عشان احنا تقريبا اه لأن ده صنف بزري واحنا الزوء المصري لا يقبل إلا الأصناف اللي بزرية ليه؟ لأن ما حدش بيأكل هنا بالحباية ده بيأكلوا بالكيلو لا مش بالكيلو بيأكلوا خمس ستة حبات خمس ستة حبات مع بعض لا لا ما بيأكلوش بالحباية بره في أوروبا الناس كلها بتاكل حباية بحباية وبهدوء خالص ده حقيقة اه هنا بيأكلو بالااااااااااااااااااا ياكل خمس ستة حبات بتقبل الحابات دي موجودة فايز كريم اه اه أوط منه صنف بزري اختفى. اختفى فعلي اه ها ازي اه اه اااااااااااا اقول لسيادتك صنف الفيوم اختفى بز العنزة اختفى دي من أصناف البزرية اختفى طب ايه الأصناف بقة في عجالة كده فنم الأصناف ايه اللي حضرتك شايفها لازم نحافظ عليها تفضل مدى الحياة بمميزة تمييز مصري واللي حضرتك بتتنبأه في الأيام الجاية بإذن الله إن الأصلاف اللي تحب تكون موجودة أنا 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 شخصيا بعتبر التومسون سيلس اللي هو الـ H4 السلالة اللي جات جديدة دخلت مصر ده ملك العنب بالنسبة لنا ده ملك العنب بالنسبة لنا أنا بعتبر كده التومسون سيلس ده يليف ده موجود عندنا طبعا آآ موجودة ده والسلالة الجديدة ده قلت مصر الـ H4 دي هايلة خصوبتها عالية وعنائدها كتيرة وحاجة محترمة جدا أنا بعتبره ده من ملك العنب وبعدين الفليم لأنه خصوبته عالية آآ ده من الأصناف المبكرة طب والأصناف اللي تحب ده الأصناف المبكرة والمتأخرة المتأخرة قلت لسيادتك أتمنى يكون في صنف أبيض لا بزري لأنه كل الأصناف المتأخرة حمرة فيها صبغة الأنس جانين اللي هو الرومي الأحمر الكريمسون كريمسون وده كلمنا عنه في حلقة آآ ايوة احنا وقتنا مع حضرتك انتهى بشكر حضرتك الأستاذ دكتور غبريال فرج رئيس قسم بحوث العنب سابقا وأستاذ في قسم البستين مركز البحوث الزراعية بشكر حضرتك جدا وإن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله نتكلم عن الأصناف ويكون التنبؤ حضرتك أو أمل حضرتك تحقق بإن وجود صنف لا بزري أبيض لا بزري لا بزري أبيض متأخر متأخر يكون موجود أو تكونوا عملتولوا أبحاث وأكسرتوه وإن شاء الله خير خير جدا يعني أنا بشكر سيادتك وبشكر كل العملين في القناة على هذه الدعوة الكريمة وربنا وفقنا جميعا لخدمة بلدنا دي ربنا يكرمك يا فندي إن شاء الله شكرا لحضرتكم ونلقاكم مجددا كل يوم حد وخميس من أربعة الخمسة في برنامجكم برنامجكم العيادة نباتية وفي انتظار استفساراتكم على صفحة البرنامج العيادة نباتية أو زبطونك الكنانك أو على الواتس خلال 24 ساعة شكرا ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا